نواصل من قطع من حديث عن الاتجاهات وتحديدا نتحدث اليوم بإذن الله عن تقير الاتجاهات ونبدأ الحديث عن تساول هل تتقير الاتجاهات؟ نعم تتغير الاتجاهات هناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى تغيير الاتجاهات واخترنا منها 8 جوانب الجانب الأول ارتقاء المستوى التعليمي والثقافي للفرد يقير من اتجاهاته فالفرد عندما كان طفلا سقيرا أو عندما كان في المراحل الأولى من دراسته اختلفت اتجاهاته عندما كبر أو عندما دخل المستويات التعليمية العليا فلذلك نقول أن ارتقاء المستوى التعليمي والثقافي يقير في اتجاهات الفرد السبب الثاني التجديد والتحديث والتطوير أيضا تقير من اتجاهات الفرد وهذه واضحة والسبب الثالث التجارب والخبرات لعلنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الاتجاهات تتكون نتيجة لاكتساب خبرات جديدة إذن الاتجاهات تتقير باتساب الخبرات والتجارب كذلك من العوامل التي تؤدي إلى تغير الاتجاهات إدارة المنظمة فإدارة المنظمة أو أهداف إدارة المنظمة تؤدي إلى تغير اتجاهات الفرد خامسا تغير المعلومات والحقائق التي بنى عليها الفرد اتجاهاته وسادسا انضمام الفرد لجماعات غير رسمية لها أهداف تختلف عن أهدافه الشخصية لذلك يقير أهدافه بناء على أهداف هذه الجماعة الغير رسمية سابعا الإعلام والإعلام له أسر كبير جدا في تكوين اتجاهات الفرد وكذلك الدعاية ثامنا تغير الظروف ورغبة الفرد في إجباع حاجياته المختلفة عن حاجياته السابقة تؤدي إلى تغيير اتجاهاته هذا جانب في محاضرتنا اليوم وهو يتناول تغير الاتجاهات هناك جانب آخر وهو قياس الاتجاهات وتختلف الأساليب التي نستخدمها في قياس الاتجاهات تختلف باختلاف الأهداف المنشودة وأولا هناك قياس لاتجاهات الرأي العام هناك قياس لاتجاه العاملين وهناك قياس لاتجاه المستهلكين الآن نقول أن نجاح القياس يعتمد على دقة الوسيلة أو الإسلوب المستخدم لقياس الاتجاه سواء كان هذا الاسلوب هو مقابلة شخصية سواء كان استبانة أو استخصاء أو سواء كان الملاحظة سواء كان تغرير وقيرها إذن نقول أن نجاح القياس يعتمد على دقة تصميم وموضوعية الاسلوب الذي يستخدم للقياس وهناك أساليب شائعة في قياس اتجاهات الأفراد أولا من قياس التوافق الاجتماعي ومن قياس التوافق الاجتماعي يتكون من سبعة درجات هذه السبعة درجات تتدرج ما بين واحد إلى سبعة تتدرج ما بين القبول المطلق إلى عدم القبول المطلق يعني في واحد ممكن نقول موافق في سبعة غير موافق أو واحد غير موافق تماما واحد موافق تماما سبعة غير موافق تماما وهناك خمسة درجات تتدرج ما بين واحد وسبعة إذن نقول أن مقياس التوافق الاجتماعي يتدرج في سبعة درجات المقياس الثاني هو مقياس سيرستون ومقياس سيرستون يتكون مجموعة من العبارات لقياس اتجاهات الأفراد نحو موضوع معين ويتدرج هذا المقياس من الإيجابية المطلقة إلى السلبية المطلقة يعني ممكن يكون يتدرج من نعم اللي هو موافق أو إيجابي والسلبي اللي هي بلا الإيجابة تكون بلا إذن هو يتدرج ما بين الإيجابية المطلقة إلى السلبية المطلقة المقياس الثالث لقياس الاتجاهات هو مقياس لكرت وهو من أكثر المقاييس شيوعا أو انتشارا أو استخداما وهذا المقياس لديه مجموعة من العبارات تتعلق بآراء الأشخاص موضوع الدراسة حول موضوع الاتجاهات وزي ما ذكرنا هو من أكثر المقاييس استخداما وهو يعطي حرية أكبر للرأي وحرية للتعبير ومثال التدرج بتاعه موافق بشدة وعكسه تماما غير موافق بشدة وفي الوسط لا أدري تتدرج بينها موافق وغير موافق إذن نقول أنه يمكن أن يتدرج نحو خمسة تزيد أو تنقص خمسة درجات تزيد أو تنقص أشكركم على حسن الاستماع وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته